اعمل نفسك ميت الجملة دي كتير من انا بيستخدمها في الهزار كمحاولة للهروب من حاجة مش عايز يعملها تخيل لو حد حسس نفسه ميت حرفيا حد عايش وسطنا لكن مش معترف بوجوده على يقين انه ميت او ان كل حاجة حية جواه ما بقتش موجودة اللي بيعيش الحالة دي فهو مريض بمتلازمة كوترد او متلازمة الجسة الحية نوع من انواع الامراض النفسية وفي الغالب بيصيب الشخص اللي عنده مرض نفسي تاني زي الفصام او سناء القطبة دي اكتشفها طبيبي اسمه كوترد وده عن طريق مريضة جات له منع الاكل تماما وده لاعتقادها انها فقدت كل اعضاها الداخلية وانها ميتة من جوه وفشلت محاولاته لاقناعها بعكس ده واستمرت في دائرة تجوية نفسها وبدأت تفقد الوزن بشكل مبالغ فيه لحد ما ماتت فعلا المتلازمة دي زيها زي اي مرض لها درجات وبتختلف من حد للتاني الا ان اعلى درجة فيها هي الدرجة المزمنة واللي فيها بينكر الشخص وجوده كليا وبينعزل عن الناس وينفصل عن الواقع وما يحسش بيه لدرجة ان كتير منهم بيقضي اوقات طويلة في المقابر لاعتقدوا انه منتمي للعالم ده يمكن صعوبة المرض ده في اكتشافه اكتر من علاجه لان العلاج بيتم عن طريق مضادات للاكتئاب وكل وسائل المرض النفسي اما اكتشافه صعب سواء على المريض او على اللي حواليه فمحدش يقلل من تهيئات واوهام غيره مين يعلم يمكن يكون مريض نفسي ومحدش حسس بيه موسيقى